تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري دافيد ألابا أحد اللاعبين اللي ساهموا بسنوات مميزة جدا مع بايرن ميونيك منذ بدايته معهم في الفريق الأول عام 2010 اتعددت مراكزه ونجح فيها جميعا اتغير المدربين في بايرن اختلفت أفكارهم لكنهم جميعا اتفقوا أنه ألابا لعب مهم والآن يبدو الرحيل هو المتوقع فقبل أيام موقع كيكر الألماني قال هناك سوء فهم حصل بين ألابا وبايرن ميونيك خلق مشكلة كبيرة في مفاوضات تجديد فلما بايرن ميونيك أخبر ألابا بإمكانية تبادله مع ساني فهم اللاعب أنه هذا عرض من بايرن عليه أنهم يبدلوا بلاعب آخر واعتبرها قلة احترام وإهانة ولكن حسب كيكر الحقيقة هي أنه بايرن ميونيك هو نقله فقط أنه السيتي قال أنا مستعد أعطيكم ساني مقابل ألابا فهو فهم أن بايرن من عرضه وليس السيتي من طلبه وهون وكيل أعماله الإسرائيلي زهابي استغل الموضوع وعقد الأمور على بايرن من حيث المطالب المالية الآن هناك توقعات بأن يقدم بايرن ميونيك عرض أخير الشهر المقبل إما بيأخدوا ألابا أو بيقولوا له ارحل مجانا أو حتى لو بتحب الشتاء جيب أي عرض والله معك وهنا بتبدأ الخيارات كثيرة وبتختلف مقارب كل نادي فيها مجلة فرانس فوتبول قالت أنه باريس سان جيرمان هيدخل على خط ألابا وعنده مرونة مهمة أنه مستعد يقول له إلحب بالمركز اللي أنت بتختاره وسط متأخر محتاجين ومن رجع ماركينيس ومن ثبته وقلف قلب دفاع أيضا محتاجين أو حتى ظهير أيصر محتاجين مرونة المراكز هتكون ورقة سان جيرمان الرابحة بالإضافة طبعا لقدرته على منحه عقد مالي عالي ريال مدريد دخل بقوة أيضا على خط ألابا خاصة في ظل تراجع مستوى باران والريال عنده شوية أفكار مع ألابا أنه ألابا بيقدر لعب ظهير أيسر وبقدر يلعب وسط متأخر فبالنسبة له هيجيبه كخلب دفاع لكنه بديل على مركزين آخرين وهذا الشيء بوفر عليه شوي بالفاتورة وكأنه اشترى لعبين في لعب طبعا موندو دي بورتيفو قالت برشلونة جدا مهتم يجيب ألابا خصوصا لما يتخلص من أمتيتي لكنها بتقول المشاكل المالية اللي وارض فيها النادي حاليا في ظل غياب الجماهير بتخليها على الأغلب مش المرشح الأول منشستر سيتي لو استمر لجوارديولا أيضا حيكون خيار مثالي لألابا وهو اللي لعب مع بيب كقلب دفاع في أحيان وظهير أيسر في أحيان أخرى وهناك توقعات بأنه جوارديولا حيجربه حتى يستخدمه إما كقلب دفاع في بعض الأحيان أو حتى لاعب وسط متأخر هناك أيضا ظهر في إيطاليا اسم إنتر ميلان اللي دخل كونتي في بعض الخلافات مع مدافعيه مثل سكرنار وأيضا اتخلص من جودين بالتالي التعزيز الدفاعي مهم جدا ومتوقع الإنتر يحاول يعمل اللي عمله مع إيركسل ما يستنى لنهاية الموسم وبالتالي ممكن يروح على بايرن يدفع له مبلغ مالي قليل وهنا بياخد الصبق على الأندير أخرى في حال كان ألابة حابب يرحل بأسرع وقت ممكن عن بايرن يونه لكن هون أيضا بتوقف الموضوع على قدرة الإنتر على تأمين راتب عالي اللي بيطلبه اللاعب النمساوي عندي كثير بتهتم بألابة وين شايفين إنه هنشوفه قريبا وهن شايفين تصرفه كان فيه نوع من الاحترافية مع بايرن ولا لا اشتركوا في القناة